شباب الكافر بتاع الكتاب واضح قدامك نشاهدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته It's a pleasure for me to be with you today أنا سعيد جدا أن أنا موجود معك النهاردة إن شاء الله بإذن الله we will continue chapter 1 If you remember in the previous lecture we already started dealing with prenumeries of algebra أو الالجبرic prenumeries المرة اللي فاتت أنا كلمتك على البداية بتاع الكورس بتاعنا ونحن عندنا شابتر 1 ده مهم جدا موجود في مجموعة أفكار بسيطة أوي الهدف منها إنك تجادر كل الinformations والbackground اللي انت خدتها قبل كده في الفترة اللي فاتت المرة اللي فاتت أنا كلمتك على first degree equations أو اللي هي المعادلات من الدرجة الأولانية أو من درجة أولى وقلنا الفirst degree equations دي أنا بعرفها على طول لأن الإكويشن بتاعتي بيبقى فيها one variable يعني متغير واحد بس x أو y أو t أو m whatever والvariable اللي عندك ده بيبقى الpower بتاعه بيساوي one وطريقة solution هنا زريفة جدا ومهمة قوي لأن النهاردة أنا هستخدمها تاني وأنا بحل inequalities أو بالعربي المتبينات النهاردة أول خطوة أو افتكر معايا كانت أول خطوة إنك تريع الرينج your equation بتعيد ترتيب الإكويشن بتاعتك بتجيب الvariables in one side وall the numbers to the other side يعني بتعمل separation of variables بتعمل فصل للمتغيرات بتجيب كل الإكسات في يمة وتخلي الأرقام في الأother side step اللي بعده step number two you are trying to finish the addition process تبدأ بقى تجمع الأرقام على بعضها والنumbers على بعضها in each side الخطوة اللي بعدها بتدفايد both sides on the unknowns coefficient if exist يعني لو فيه رقم قدامي الأكس بتقسم عليه الإكويشن بتاعتك كلها كده يبقى أنت جبت الvariables كمان من الحاجات المهمة جدا اللي تفتكرها بالنسبة للfirst degree equations in one variable إنه ممكن يبقى عندك only one solution وحل واحد لما تبقى x بتسوي 7 or y بتسوي 3 or t بتسوي 2 تبقى للأنوني اللي موجود في المسألة ممكن يبقى عندي infinite number of solution once نتلاقي left hand side بيسوي 0 also right hand side equal to 0 يعني 0 بيسوي 0 ده معناه إن الإكويشن بتاعتك لها infinite number of solutions لكن لو أنت حاولت تجيب الإكسات في طرف والنumbers في طرف لقيت أن أنت تنضب having 0 equal أي حاجة تانية مش 0 يبقى إذن على طول no solution دول الثري كيسز الخاصين بالfirst degree equations remember خلي بالك خلينا نشوف البعض المسائل البسيطة اللي موجودة معنا دلوقتي لو أنا جيت أبص على الفيرست of them اللي هي 2x minus 5 equal x minus 8 في حد يحب يحلها معايا please حاول تحل معايا 2x minus 5 equal x minus 8 قولي إبراهيم هجمع الإكسات في ناحية والأرقام في ناحية يعني تبقى شكل عامل إزاي مستر إبراهيم أود negative 5 مع negative 8 هناك بتروح بسها تروح بالبوستف طبعا وأود 2x minus x وتبقى negative 8 plus 5 ولا أروح يعني الساب اللي باعديها إن x will equal to negative 3 كده برضو صح مظبوط أدل السابس بالزبط 2x minus 5 معلشة في المايك 2x minus 5 يساوي x minus 8 re-ordering جبت ال-x from right hand side to the left hand side وبالتالي عملت change in sign in a similar manner moved negative 5 from left hand side to the right hand side which is gonna be positive ب5 الاستبالة باعديها I will get 2x minus x which is gonna be x 5 minus 8 which is gonna be 3 ودي ال-unique solution أو ال-only one solution يعني فقط x بتساوي negative 3 هي اللي تخلي left hand side بيساوي right hand side طبعا لو أنا حبيت أعمل ده طالة ال-original equation replace x ب-negative 3 هيديك في ال-right hand side negative 3 و-negative 8 which is negative 11 وفي ال-right hand وفي ال-other side أو left hand side هيبقى 2 times negative 3 which is negative 6 plus negative 5 يعني برضو negative 11 left بيساوي right you are in a very good shape طيب لو حبيت تحل فضل هو ممكن نعمل مثلا يعني هي negative 8 minus 5 و2x power 2 وبحيث نعمل ال-power اه اسكت اسكت 2x 2x ايه 2x power 2 يعني x هي تبقى power 2 ليه ليه power 2 ليه مستر اسمك محمد باين اه طيب ليه power 2 ليه تعمل power 2 ده هي المسألة first degree ليه تسكوير both sides أو تعمل اللي انت قلتو ده طبعا كلام ده غلط بس 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 خلاص ما تكملش هو غلط انا على طول لما يبقى عندي problem لا مش آسف انا مش عايزك تكمل عشان ما حالش تلغبط من الكلام اللي انت بتقوله اللي انت بتقوله غلط انا على طول اول ما بص على equation بتاعتي بالشكل ده بعمل order يعني بجيب x مع x in one side والنumbers to the other side انت ممكن بدل ما تخليها 5 minus 8 تخليها negative 8 plus 5 it's acceptable بدل ما تخلي 2x minus 6 ممكن تبقى negative x plus 2x بردو acceptable ممكن to move 2x from left to right فتبقى negative 2x وتموف negative 8 from left hand side to the right hand side تبقى positive وبردو هتوصل في الاخر ان x بيساوي negative معايا محمد اه يا دكتور تمام كده ماشي تمام هل انت حضرت اللي فاتت اه اه طيب احنا ما قلناش ان احنا بنعمل سكورين بس ما هي الفكرة بس جات في دماغي فقلت طب خلاص روعة ويبقى لا ما ينفعش طبعا لو جيت على انا متشكر انك قلت حاجة زي كده عشان برضو الكل يخلي بقى يا شباب لو سمحت محمد يلفت انتباهك لمعلومة غاية في الاهمية انا بحاول خلال المحاضرة احلي لك مسائل كتير علشان اوريك is to move left to move right عشان ما تجيش في الامتحان يجي في دماغك سؤال او يجي في دماغك حاجة تحاول تجربها فتطلع مش مظبوطة فإدسو كي you are more than welcome انك تطرح الاسئلة بتاعتك بس خلي بالك كويس جدا انه انا قود بريفير انك دايما قبل ما تحضر المحاضرة لازم تكون مذاكر المحاضرة اللي بليها كويس لانه هو اكشوال اللي بيحصل ان احنا بنbuild up knowledge above each other كل محاضرة انا بحط لك معلومات زيادة على المعلومات اللي موجودة عندك فلو القديم انت مش مذكره كويس او فيه hesitation هيخليك تبقى في مشكلة وانا مش عايز دايح صدق طبعا انا رجعت على equation الاولانية او المسألة الاولانية المسألة رقم 2 اللي هي x-5 equal x-8 برضو اللي بتقول كاترين باين مين بتسأل حلي معايا problem number 2 اذا سمحتي انا يا دكتور اه وانت شوية ازي ملتك خلصها وابعدين ابص عليك وحاولي تركزي يمكن انا جاو بالسؤال بتاعك اوكي الجميل اللي كان معايا حاولي نحلي مع بعض كده problem number 2 اه 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 اوكي ساويني اه امتي كاترين ولا هايا ولا مين انا مش عارفة مين اللي حضرتك اوكي امتي اسمك ايه كاترين اوكي مس كاترين يل اوكي طيب هن هنودي ال5 ببوظ اوكي ايبا انا بتكلم على problem number 2 انتي هت move negative 5 from left to right هتبقى بالبوظ صح اوكي والsecond step هدتلا x equal x minus 3 whatever مظبوط and ام you will get the x from the right to the left اش كده بردو مس كاترين اوكي اوكي هدتلا ايبا عندك ها كمل negative 3 هتديلك zero equal negative 3 صح كده يعني الشكل ده اللي انا بشعر عليه دلوقت بقول كده اوكي 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 طيب وهو ده ممكن لا no solution ايبا ده على طول no solution طيب يا ترى ال steps اللي انا عملتها واضحة في المسألة اللي قبليها اه اه ايو واضحة خلاص تمام كان ايه استفسارك مش انا اللي عندي سأسئلة انا بحل ما حدد طيب حلوة قوي طالما انت معايا كملي معايا اللي بعديها وبعدين نشوف بقية زمالك انزلي معايا كده لل problem number 3 مس كاترين عايز اعمل فيها solution تقدري تقولي لي اعمل ايه من ال step دي اللي انا بشاول عليها الاخيرة اه اه انا بشاول عليها بعملك هاي اه اوكي هتبقى 2x مهم اه 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 مينس 8 اكوال صح مس كاترين اوكي يبقى ده على طول معناه ان انا عندي infinitely many number of solutions التلات مسائل دول انت قريدي واخد عليهم كمية محترمة جدا من problems المرة اللي فاتت بيوضحوا 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 الحالة بتاعة ال one solution الحالة بتاعة ال no solution والحالة بتاعة infinitely many number of solutions زي ما حضراتكو شايفين معلومات دي غاية في الاهمية ارجوك خلي بالك لانك انت معرض لأسئلة على ده يعني كتير في الامتحان بتاع الفيرستمتر والامتحان بتاع الفاينل انزل معايا المحاضرة اللي فاتت انا اتكلمت على الكوادراتيك اكويشنز طبعا لو فيه اي مشكلة في اللي انا قلته او انت حاسس ان فيه ازيتيشن اسمع اللي فاتت بتاع الفيرستويك الاول بعدين ابعتلي على تيمز لو لسه ايسا عندك مشكلة فيها تعال معايا بالنسبة الكوادراتيك اكويشنز سكند ديجري اكويشنز محلش انا محتاج اسمع في الاول بسملة فين بسملة تمام يا دكتور مثل بسملة وطبعا محمد اللي قال اللي عامل سكوير بوس سايدز ده يركز معايا اما بيبقى عندي ax square plus bx plus c equal zero ده النورمل form of a quadratic equation يعني equation to the power of two الproblems دي ممكن تتحلب اكتر من اسلوب يا بسمال في منها factorization في منها ان انا استخدم the law لكن الطريقة السهلة خالص والمبدئية والخطواتها سابتة وبيحل اي شيء انك تسول this equation using the law عن طريق انك تحلها باستخدام القانون طيب فين المشكلة يا بسمالة غالبا بيحصل اخطاء نتيجة عدم مراعط الخطوات الرياضية في حساب شيء من هذا القبيل يعني الناس تغلص في ايه تغلص انه ازاي يحسب الvalue دي exact لو انا طالب منك انك تحسب الvalues يبقى انا الاول بعمل b to the power of 2 بعدين negative 4 times a times c بعدين بجيت الvalue under the square root الvalue دي مرة بالpositive ومرة بالنجاتف خلي بالك انه لو انت اخطأت في اي رقم من النمبرز دي على طول السلوشن بتاعتك انشي بقى مصبط طيب ده فيه calculators بتحل الكوادراتيك equations it's okay with me انك to use them بس to use them correctly يعني تستخدمهم صح وتطلع الانسر اللي هما x1 و x2 وتsubstitute in the main equation وتشوف صح والغلط ده ده انا بسألك على سلوشن ل quadratic equation يعني ديتك معادلة x2 plus 2x minus 3 equals 0 وقلتلك solve لكن انت هنا برضو معرض ان انا اسألك على discriminant يعني ايه discriminant يعني الفاليو اللي هي بسكوير minus 4 ac اقول لك the given quadratic equation will give two distinct roots امتا هتديك رقامين حقيقيين مختلفين امتا ده يحصل لما يبقى بسكوير minus 4 ac positive يعني greater than zero عشان ينفع الroot انه يشتغل لانه لو سكوير روت وتحت هي number negative مش هيدي لك values طيب لو بسكوير minus 4 ac كان equal to zero يبقى في الحالة دي هيطلع عندك x1 equal to x2 لانه simply الجزء اللي تحت square root emboss x1 وx2 will be cancelled هيبقى zero مالوش وجود فهيبقى x1 negative b over 2 a وx2 negative b over 2 a طيب في حالة النورية الروت يبقى بسكوير اقل من zero يعني من الاخر سالب وفي الحالة دي نديني no solution على طول طبعا ده ملخص لللي احنا قلناه المرة اللي فاتت معايا ميز بسمالة تمام يا دكتور تعالي حل معايا اول problem من الproblem دي هنا طبعا بيقولك ال steps وانا كده بريفيو كل اللي اللي انا قلته في اللي اللي فاتت first of all اكتبي equation بتاعتك بالشكل ده يعني بس ماذا خلي بالك لو في c دي موجودة في الطرف التاني او الرقم في x square بيساوي حاجات في الطرف التاني it's not gonna work you will have to first to rearrange them to be on the normal food يعني لازم تعيدي ترتيب والتاني بعسبة موجودة على الشكل العام اللي حضراتكو شايفينه تمام بعد كده identify the a become the b become c become يعني اعرف بعد كده هبدأ اعمل substitution بتاعي في اللودة الشي اللي بيه وحطه وخلافه تعال نشوف مسألة انا المرة اللي فاتت مديلك 9 problems دول انا بس بفكرك بيه طبعا لو انا ببص عليهم كلهم هلاحظ ان problem 1 سهلة اتحكم فيه على طول 2 نفس الكلام 3 نفس الكلام لكن مسألة اللي بسيط على problem number 5 لازم يعني لازم تموف 8 from right to left عشان تبقى t square minus 2 t negative 8 equal to 0 برضو in a similar manner for problem number 6 ما ينفعش تشتغل عليها كده لازم الاول تخلي 5 r square plus 2 r minus 3 equal 0 عشان تقدر انك تشتغل على الاناليس بتاعنا برضو once more لو انا عندي x square plus 3 x plus 2 اول حركة لازم تعرف the a بتساوي كام 1 وال b بتساوي كام 3 وال c بتساوي كام positive 2 خلي بالك جدا انت بتعمل substitution ان انا هروح امسح ال b وحط مكانها positive 3 امسح ال b دي وحط 3 to the bar of 2 بعدين negative 4 times 1 times 3 بعدين divided by 2 times 1 ادى الكلام اهو مكتوب عندك بنفس الاسلوب بالزبط طب لو انا عايز اعمل evaluation لحاجة زي كده لازم ابدأ من جوة البر يعني لازم ابدأ الاول 3 to the power of 2 minus 4 times 1 times 2 يوم الفاليو دي تطلع على screen بتاعت الكالكليتور بتاعك ب boost of 1 اروح قال square root لboost of 1 يدي لك boost of 1 بعد كده اهو يبقى هيروح موقفك في الحركة دي بعد كده اروح قال negative 3 مرة plus 1 و negative 3 مرة negative 1 عشان كده بيظهر 2 numbers بعدين divide by 2 ده order of operations بخلص الbrackets الاول بعد كده اخلص addition والsubtraction بالنسبة للnominator بعد كده اعمل division يعني بخلص اللي تحت الجزر بعدين اخد الجزر بعدين اجمع اواطرح بعدين اعمل الاسم بتاعتي طلعت الvalues بتاعتي ولا ارق انزل معايا عندك مسألة تانية طبعا ده two distinct truths زي ما انت شايف رقمين حقيقيين يعني ارقام انت عارفها موجودة على الex axis تقدر تلاقيها على x axis لو انت حبيت بعدين مختلفين عن بعض لو جيت على 3x square negative 2x plus 5 يظهر ان الاب 3 will be negative 2 c 5 start substituting you will end up having negative value under your square root هتيجي كده تلاقي double positive والرقم اللي جنبه كبير وبال negative يدي لك negative 56 ما تمشيش far the steps خلاص as long as تحت square root negative value يبقى انت عندك نور solution شباب حضراتكم تابعيني تمام يا دكتور انا كده جاويتك على الاستفسار اللي انت كنت عايز تسأليني عليه تمام يا دكتور انا بس كنت عايز احضرتك سؤال هو x1 والx 2 عادي ان x1 negative or positive ولا لازم تبقى negative أو positive مش فرق يعني انا بطل عندي 2 result واحد بالnegative واحد بالpositive عادي يعني مش فرق اه طبعا مش فرق وممكن يبقى الترتيب او الorder اللي انا مطلعه خلاف الorder اللي انت مطلعيه يعني مثلا في البروبلم دي انا مثلا يعني حطيت الnegative في الاول بعدين الpositive ممكن وانا بحق المسألة دي تاني احط الpositive الاول بعدين negative اخلي دي negative 3 plus 1 واخلي ده negative 3 minus 1 برضو هتبقى solution set بنفس الارقام مش مشكلة ممكن في problem تانية اجي اجي ابص الاقي ان الvalues بتاعتي they have different signs واحد فيهم بالpositive واحد فيهم بالnegative معاي يا ميس بسمالك تمام شكرا جدا يا دكتور العرف شباب اتمنى اكون جاوبت على غالبية الاسئلة وعلى كل الاسئلة اللي حضرتك عايز تسألها في الجزء ده لو في سؤال تاني حراك محتاج انك تسألني عليه دلوقت تفضل ميس ياسمين ضهر حاضر يا يوسف ياسمين طهر زي حدك يا دكتور اهلا انا سهلا تفضلي لا انا ما كنتش عام انا كنت عايز احلى ما حدتك طيب خلاص هتحلى معايب عادين ان شاء الله وبالنسبة ليحية يحية ما عندوش مشاكل طيب هيا نفس الكلام اه دكتور اه اتفضلي مس هيا هو دي رادي هم نجيب اكس وون واكس تو انا بس مطلوط احنا منقسم ايه في ايه يعني ازاي احلها يعني يعني بعد ما اعمل الرول وبحطها عالت بحط ايه بالضبط بقى ايه بقسمه مش فهمك انا هكتب ده على الكالكليتور شايفا شايفا اللي انا بشاور عليه هيا شايفا اللي انا بشاور عليه ده ها واضح انا هنا في الخطوة دي نكتبه ازاي على الكالكليتور يا هيا حاجة من اتنين يا ام انت شطرة في الكالكليتر فبتستخدمي براكتس على طول which is maybe او الحالة الاعم ابدأ منين من جوه البراكت ده شايف البراكت ده شايف الـ square root اه اروح دايس على square root يطلع قدامكس root وهيروح فاتح براكت تكتيبي جوه 3 to the power of 2 مبدئيا هو 3 to the power of 2 بكام هو يعني ايه 3 to the power of 2 يا هايا يعني 3 times 3 يعني 9 صح فيا اما تكتيبي 3 وتدوسي على ازرار الـ power اللي هو 2 بعدين تقولي minus 4 times 1 times 2 بعدين تقفلي البراكت معايا مسهايا اه ما حضرتك وتقولي يوساوي هيدليك الـ value ده ببصدف 1 يعني انت هنا في المرحلة دي شايف ايه دي اهو ماشي هروح اقل بقى negative 3 مرة plus positive 1 over 2 ومرة اعيده تاني اقول negative 3 minus 1 over 2 معايا يا مسهايا اه 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 خلاص في المرحلة اوكي انا كنت حتى دي طيب طيب ممكن طريقة تانية يا مسهايا امسك الكالكليتور بتاعي وافتح bracket بعدين اكتب negative 3 بعدين هختار ان انا استخدم positive بعدين ادوس على الزرار SQR بعدين افتح البراكت على طول يتفتح هتروحي كاتبة 3 to the power of 2 يعني 3 وتدك على الزرار اللي يرفع الباور وتكتب اتنين بعدين بعدين تروحي اقيلة minus 4 times 1 times 2 تقفلي البراكت البراكت اللي انت قفلتي ده بتاع السكوير روت تروحي قفل وراه كمان براكت يبقى انت جبت denominator كله على بعضه يعني جبت البسط بكامل بعدين تهت divide تدوسي على divide بعدين تفتحي براكت تاني تكتبي جواه 2 times 1 وتهت equal هيروح مديك الرقم اللي فيه البوزطف يعني يديلك على طول الرقم اتنين بعدين تعيد الحزبة تاني لو هي موجودة على الكالكليتور الكالكليتور فيه two lines زي الغالبية العظمى دلوقتي اطلعي بالكورسر لفوق وارجعي لغاية عملتي بوزطف قبل اللي سكور روت وحطيه negative وقوليلي اكوال هيروح مديك الرقم اللي هو negative واضحة يا مسحية او واضحة خلاص اوكي شكرا طبعا انت لازم كلامي بقى دلوقتي في الاول وفي الاخر هو مش كلامي اعرض على هي بس انا برد على كل الناس اللي ممكن يكون عندها نفس الاستفسار بتاع مسحية لازم يا مسحية انا ليه الحكمة ان انا مديلك مسائل كتير قوي كده ليكي والغيرك علشان ومحلول عندك علشان تشوف انا غلطان فين يعني تحل مرة واثنين وثلاثة وتشوف حل هلي صح ولا حلي غلط انت حسبت صح ولا حسبت غلط طب المستيك فين لازم تعمل ده قبل المتحان كده يبقى انت ذكرت ما تمعتكس كل كلام ده مهم جدا كان معنا واحد يوسف فين واحد يوسف انا دكتور قول غني كان عندي مسألة انا حلتها بس حلتها بطريقة تانية في الليتشر اللي فاتت ما عنديش مشكلة طلعت نفس الريزلط او طلعت نفس الريزلط بس انا بطريقة تانية ما عنديش مشكلة خالص يعني ما عنديش مشكلة لان المسائل دي بتتحلب اكتر من اسلوب يا هاني يا اما انك تجيب زي ما انا كنت بأكلم محمد احمد عاطف وبقول له انت ممكن تجيب الاكسات اللي تلعي ارسائن ممكن تلعي الاكسات بالمشاقلب ممكن تجيب الvariables to the right instead of to the left it's okay بس المهم ان الفاينل الريزلط اوكي ثانيا مش المسودز الوحيدة اللي انا بقولها هي المسودز اللي تنفع to treat these equations لكن انا بختار المست systematic and disputable مسود علشان الكل يوافق عليها او الكل ما يتلخبطش فيه مش كل الناس هتقبل ان انت تقولها طريقة او التانية فاهمني يا يوسف ايه اوكي وخصوصا ان الحاجات اللي انا بقولها دلوقتي كلها حاجات انت واخدها من زمان جدا وميبي في بعض الناس بي remember it the way he used to do it بس اهم شيء لما انا بطلب منك result final it's okay it's okay for me انك تطلح هو to ever لكن لما بطلب منك هو امتى يدي no solution لازم تبقى فاهم الكون امتى يدي لك two equal roots زي مثلا هنا بالنسبة المسألة دي او two equal numbers لازم تبقى فاهم الرول بتاعها لانها يبقى الالترنتيفز اللي مطروحة قدامك واحدة من الحاجات اللي بتدل انك فاهم الجزء ده يا ترى انا كده قدرت اوضح لك الصورة اه تمام شكرا اوكي فيش اسئلة تاني بالنسبة للجزء ده لان طبعا الجزء ده كله قديم فانت تقدر تراجع فيه بعد كده ما عندكش مشكلة لو عندك اسئلة او استفتصارات تانية تقدر تبعى تالي على teams لو لسه ما حلتش المسائل بتاعة الفيرست لكتشر كلها من فضلك حاول انك تعمل ده على الاقل في الوقت ده قبل ما تتشغل في اللي جاي بعد كده اوكي perfect انزل معايا بقى انا عايز لغاية دلوقتي يعني اشوف احنا دلوقتي اهو نص ساعة كاملة انا مقولش حيومة جديد انا بتكلم على الانين انزل بقى معايا انا هتكلم دلوقتي على الانيكواليتيز يعني ايه انيكواليتي الانيكواليتي معناها المتبينة يعني ايه ده بالعربي طبعا يعني ايه متبينة بالعربي او يعني ايه inequality inequality it's a logical assessment in inequalities it's usually logical in statements بتrepresent in one of the sides is not equal to the other side it's maybe less than that that side or larger than that value ايبا هنا بيقولك this is really very important section as it will be needed in many mathematical processes the treatment of this part is the same at the first degree equations but with us two differences معنا الكلام ده ايه والجملة دي غاية في الاهمية يعني وانا بعمل treatment للfirst degree inequalities او inequalities of first degree بالضبط زي ما كنت بتحل الاquations اللي انا اتكلمت عليها النهاردة في بداية المحاضرة بتisolate the variables in one side بتget the numbers to the other side بتضيف both sides على ال coefficient اللي in front of x ما فيش اي مشاكل whatsoever لكن في two differences you have to keep in mind in all times في فرقين لازم تسيبهم في دمائك على طول ايه الفرقين دول بين ال inequality وبين ال equation اول حاجة الفرس انك لو عملت multiplication لل inequality او division على negative number الصين بتتغير يعني بدل ما تبقى greater than هتبقى لزان بدل ما تبقى لزان تبقى greater than ال equations ما فيش فيها ده يعني لو ضربت ال equation كلها في negative one او عملت division على negative 5 هي مش هتتغير هتدى لها هتدى لها equal لكن في ال inequality لو عملت multiplication ال negative value او عملت division في البوز سايدز على negative numbers زي ما هنشوف البق بتاع العلامة بيتغير بدل ما تبقى greater than تبقى لزان بدل ما اول عكس كمان حاجة لو انت جبت ال risk protocol of both sides يعني مثلا عندي 1 over x لزان 1 over 2 لو انا رح تماسك الطرفين وجبت لهم risk protocol يعني قلبتهم قلبت المقام بسط والبسط مقام خليت denominator 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 is a nominator هيبقى عندك x is greater than whatever value اللي موجودة greater than 2 مثلا ودي حاجة احنا مش نستخدمها كتير لكن اللي هستخدمه كتير ومش هادر استخدم عنه اننا to multiply on negative value or to divide على negative value في الحالة دي على طول الاشعارة بتاعتك لازم انها تتغير بدل ما تبقى لزان تبقى greater than يبقى المفروض الناس كلها دلوقتي فهمة ان inequalities بالضبط زي equal sign الاتنين زي بعض بالضبط في treatments اللي بيختلف انك لو استخدمت negative inequalities حساسة شوية من negative بتزعل من انزل معايا هم مين inequalities inequalities لما اجي اقرأ طبعا احنا بنقرأ from left to right ولو اريت from right to left it will give you the same meaning although ان الكتابة ممكن تكون مختلف يعني ايه الكلام ده يعني ما اجي ابص على اول واحدة مثلا ده معنى ان x is greater than b يبقى انا عرفت ان left hand side اكبر من right hand side ودي القراءة الصح بتاعتها لذلك هتليني بقولي x is greater than b خلاص انت دلوقتي فهمت المعنى ان ال x دي هتبقى value اكبر من ال b على فكرة هي بالزبط لو انا قلتلك b is less than x يعني ال b هو رقم اقل من ال x نعيد تاني لو انا قلتلك x اكبر من b هي هي بالزبط لما اقولك ال b اقل من ال x شباب حضراتكم فهمين انا بقول ايه فهمين علي تمام نفس المعنى بالزبط في ال inequality اللي تحتيها ان x is less than b طبعا اللي بعديها خلي بالك greater than or equal دول علامتين على بعض يعني انا بدرس ان ممكن two conditions متحقق في two conditions يا اما x is greater than b يعني actual انت هنا بتدري scam conditions two conditions سامح بالاجابتين سامح بالحلين ان يا اما x more than b او حتى ان x بتساوي b دي معناها بالزبط ان x is greater than or equal to b او ال x اكبر من او تساوي b طبعا برضو اقدر لو انا حبيت اقول ان b اقل من او تساوي x or b less than or equal to x it will be the same meaning فانا يهمني عشان كده بيدخل فيها اللاجئة اللي تحتها العكس طبعا x is less than or equal to b still من يوم ما انا تعلمتها وانا صغير جدا في ابتدائي ولا مش فاكر بقى طبعا بس خلي بالك انا دايما اقول ان البق رايح للكبير يعني بقها رايح ياكل الكبير فدايما هتلاقي ان دي البق رايح على الصيد الاكبر يعني معناها ان الاكس اكبر من b للناس اللي ممكن تطلق بط طيب لو نزلت على ال three inequalities اللي تحت فيها three parts left middle and right في الحالة دي انا بستيت ان الاكس لز ان الاكس is greater than a ولز than b او ان الا لز than x وب both of them لز than b ده معنى ده طبعا هنا a بان ده than b العكس بالزبط طبعا او يعني زيها بالزبط لو انا حطت inequalities على both sides يعني x is greater than or equal to a and also is less than or equal to b طيب الحالة اللي بعدها مش لازم يبقوا يا اما من غير equal يا اما كلهم ب equal it's really up يعني تبعا للكonditions اللي موجودة هنا بمعناها ان x is greater than a and also x is less than or equal to b يعني ممكن اغير العلامات بتاعتي زي ما انا عايز وانا هنا طبعا اصد ان اقول x is greater than a but let than or equal to b او العكس x is greater than or equal to a but let than b انزل معايا طبعا دي لك cases ان a greater than or equal to x و x is greater than or equal to b كل اللي انا قلت ده ولا اي حاجة انت هتشوف اكبر من او اقل من او اقل من او ده اللي انت هتشوف طيب مهم جدا هو هو ليه جزء الاني قواليتي ده مهم يعني ما الا equations بانت حلال وخلاص ولا احنا لازم نقعد ندايق في نفسنا لا اصل الانترفالز دي بتدي فترة من البيانات يعني ايه بتدي فترة من البيانات يعني بتدي لك امكانية انك تاخد مجموعة ارقام within two pounds يعني مجموعة ارقام بين رقامين يعني هنا لما اقول x plunks 2 الرمز ده معناها plunks 2 معناها ان x plunks 2 any value between a و b الbrackets for open intervals يعني الانترفالز اللي مفيش فيها equal sign يعني لما اقول x اكبر من a و لزان b اقدر اكتبها في صورة interval ده معنا كلمة interval يا اما اخلي الbrackets بالشكل اللي انت شايفو يا اما اخلي الbrackets بدل ما هي square الشكل ده موجود في text box والشكل ده موجود في text box انا فضلت الشكل ده اكتبه وهيبنلك اكتر تحت ده معناه ان x belongs to numbers اللي between a و b بس الx مش بتساوي a ولا بتساوي b من الاخر قيم الx هي اللي بين a و b بس مش بتساوي لا a ولا b لو حبيت to represent ده على number line ده الرقم a وده الرقم b هروح عند a وعمل white circle وعند b اعمل white circle يعني اعمل دايرة ومش مقفولة واجي ان دا مدل اروح مغمقها ده معناها ايه الناس كلها تفهم ايه تفهم ان الx هي الvalues اللي between them but without them يعني الارقام اللي ما بينهم من غيرهم يعني اللي اكبر من a bla 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 والاقل من b بحق الinequality دي طبعا نفس الكلام بالزبط لو انا بتكلم على closed intervals زي دي دي اسمها closed interval هنا x is live than or equal b greater than or equal to a يعني ده معناها ان x belongs to what's between a and b including both these values يعني الx بتنتمي لكل حاجة بين a والb بما فيهم الvalue of a والvalue of b طب لو حبيت to represent them on number line ادا الvalue of a ودي الvalue of b اروح عند a وعند b black circle what's included between them اي حد مجرد ما يضرب عيني يعرف ان the x values هي a و b واللي بين هم طيب لو حصل ان واحدة عليها equal او يعني واحدة عليها equality واحدة مش عليها equality ولا اي حاجة ده معناها ان الby involved في solution لكن ال a لا اعلم اجي هنا وده اللي انا كنت بقوله فوق اجي على b اعمله closed bracket واجي على a يا اما تستخدم ال bracket ده يا اما تعمل square بس بصص لبرة مش بصص لجوه يعني direction بتاع square بتاع bracket square بتاعك يبقى مش بصص للا a العكس تبقى في الظهر بتاعه ده ممكن وده ممكن وده الشكل العام بتاعها لو هي على number line اده ال a واده ال b الجزء اللي between them will be closed and open طبعا in a similar manner موريلك الكيس بقى مختلفة عشان تبقى انت شفت يمين وشمال او شمال ويمين وخلاف عشان ما طولش عليك وزع عليك تعال نشوف بعض مسائل بسيطة 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 جدا 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 زي مثلا وانت هييرك المحتوى ده يعني مين كنت عايز اعود دردش معا مين من البرينسسات النهاردة انا ما اسمعت صوته كتير خلينا نقول مثلا ايه 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 مسألاء محمد عبد المنعم مسألاء معنا ايو دكتور تمام حلو اه فين مين نقول مين نقول مين فين مستر باظلي ايو ازاك مستر باظلي اخبارك ايه تمام مستر باظلي انت فاهم انت دلوقتي يعتبر معاك كم درجة في المتحان الفاينل انت لازم هتسائل على الفيرست دي جري اكويشنز يا باظلي بعدين لازم هتسائل على الكوادراتيك اكويشنز اللي انا اتكلمت عليهم شوية لازم في الفاينل الاجزام وفي المتر هيجيلك اتليست وان انيكواليتي يعني على الاقل هيجيلك واحدة زي دول او مجرد نفس المسألة بس النمبرز مختلف فدي مهم جدا انت باعارف طيب انا عايز ايه لما يديلك برابلين زي دي وقولك solve او the value of x for this انيكواليتي يبقى انا عايز منك ايه عايزك تعرف لل x belongs to each interval انا مش هخليك ترسم يا بافلي او ممكن اديلك البسألة وديلك اربع رسومات وقولك انهي الرسم الصح اللي فيهم طبعا مش هتقدر تعمل ده الا ما تحل المسألة معايا يا بافلي طيب لو انا اتكلمت على اول انيكواليتي قدامك اهي يلا نحلها احمل لك من سوا مع بعض اول حركة رأيك اعمل ايه اولا قبل ما نكتب او قبل ما نحل خلي بالك انا هعتبرها اكنها اكواشن يعني 3x plus 2 equal 5 اللي كنت بحلها في اول الليكتر انا همشي نفس اللي استبس بالزبط يلا مستر بافلي اول حركة هعملها هجت الvariables in one side يبقى هخلي 3x less nor equal هاخد البصد 2d from right hand side ام سوري from left hand side اموف to the right hand side بالفعل ده اللي انا هعمله دلوقت اهو انا حتى كاتبلك بالعربي الخطوة الاولانية المتغير في جنب واحد والارقام كلها في الطرف الاخر يعني انا هروح طلع الproblem بتاعتي دي 3x plus 2 which is less than or equal to 5 i will simply move positive 2 from left hand side to the right hand side يعني احرك الاثنين من اليمين ام سوري من الشمال لليمين يبقى دي اصبحت 3x 5 minus 2 which is 3 معايا ميس كاترين استب اللي بعديها i will divide both sides on positive 3 يبقى انا همسك الproblem بتاعتي وهاسم two sides on positive 3 يبقى دي معناها على طول x less than or equal 3 over 3 يبقى ده معناها ان x is less than or equal positive 1 يعني اللي يخلي الproblem بتاعتي اللي فوق دي correct ان left hand side هو less than or equal to right hand side any value اي قيمة اقل من او تساوي واحد طب لو حبيت ترسم ده على number line from negative infinity ل positive infinity هروح عند positive 1 اخلي positive 1 اسود بعدين النumbers اللي لزن positive 1 فين اللي لزن positive 1 كل النumbers to the left الارقام اللي موجود في left ويبقى كده على طول معناها ان x belongs to from negative infinity till positive 1 اخلي قدام positive 1 closed bracket وعند negative infinity open bracket سواء اذا كان normal bracket او اذا كان square bracket بس باص اصطبر ده الشكل التاني بتاع numbers بتاعت infinity بالمعنى ان x اي رقم اكبر من negative infinity بس لزن equal to positive 1 اوكي مين عنده استفسار دكتور قول سالفول اه 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 حضرتك قلت هتبقى negative infinity هي طلعوا لي negative 5 over 3 بعدش ثانية واحدة مش احنا ملحل اللي انا بشعر عليها دلوقت اوكي طيب ايب انت هتو موف to from left to right صح انا عملت انا انا جبت ال 5 بس وعملت اللي هو يعني ايه جبت ال 5 بس واحدة واحدة علي كده واحنا احنا ولاد الراجل ده احنا عايزين ايه احنا عايزين نجيب ال x في side ده اللي احنا عايزين نعمله هتعملي الخطة دي ازاي غنيلي ايو ايو خلاص هندها انا علشان احل ده لازم اجيب ال variables in one side وال numbers تبقى في other side انا اعرف اعمل حق كتير قوي بس اللي انا هعرف اعمله عشان يقدم الهدف بتاعي معاي يا كاترين اوكي يا دكتور تمام واضحة دلوقتي ايو تمام شكرا مين تاني ده استفسار اعتقد يا هي حل معاي او رفع ايدك عشان تحل معاي المسألة اللي بعد اه دكتور رفع ايدك حسن حل ايو ايو اتنى تحل معاي اللي بعد ايو الجميل اللي كان بيتكلم ايو دكتور انا شام حتة ال number line دي مش عارف طيب انت وصلت معاي الاول لغاية x يعني وصلت معاي هنا ايو هنا طيب حلو هتمسك الالم بتاعك وتعملي خط هوريزونتل يعني تعملي خط افقي عملتي تمام الخط ده روحي عاليمين عملي سهم وعالشمال عملي سهم عملتي هم ايو تمام في وسط الخط ده حط زيرو هنا كده حط زيرو شايف تمام اكيد الone هيبقى تودا ريت مش كده برضو اكيد الواحد هيبقى اليم ما دي روحي عند الواحد وعملي دايرة سودة عملتي معناها ايه الدايرة السودة دي الدايرة السودة دي معناها ان الone داخل في الحل بتاعك مش انت عندك هنا less than or equal مش العالمة دي less than or equal to one يعني الone is a solution صح لذلك روح تجاي على الone حاطت الدايرة بتاعدي السؤال التاني هو انا بجيب اكس less than one مش كده برضو طيب هل يترى to the left ولا to the right من one الارقام اللي هي less than one يعني لو جيت ايوة 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 لا ايه to the right اه يعني اصدق في الجنب اللي انا بشاور عليه دي الوقت ولا انا غلطان اه يبقى انا جيت على الحتة دي وروح تعمل خط تخين كده كده ده indication ان كل النمبرز اللي مع السهم اللي رايح في يدك الشمال اللي انا بقول الشمال لان انا قاعد ده يبقى كل نمبر موجود في الفترة دي هيخلي الانيكواليتي الاساسية صح تسمك ايه لاني مش ظاهر قدامي يومنا يا ميس يومنا تاختريلي رقم اي رقم يجي في دماغك من نيجاتف انفينيتي لبوستف وان زي مين مثلا مثلا نيجاتف تو ماشي تعالي نشوف كده تعالي نعمل سبستيتيوشن مع بعض نشيل الاكس ونحط نيجاتف تو ونشوف البتاعة دي صح والله غلط قولي يا ميس يوم تمام ثري تايمز نيجاتف تو تبقى بكام نيجاتف سيكس نيجاتف سيكس ونيجاتف سيكس بلاس تو يبقى كده الليفت هند سايت فيه نيجاتف فور صح او مش الفايف اكبر من نيجاتف فور ايه صح يبقى ايزا كوريكت يبقى انا دلوقتي تأكد بكل الطرق ان الاجابة بتاعتي صح مش كده برضو او وشوفتي على طول ان الرأس مفوش مشكلة تمام ليحيا العفها يحيا حله معي المسألة اللي بعدها اعكد اzna business اللي بعدها اللي هي بتقول 2x بلاس فور تفضل انودي اللي هي 3x لانها تانية بالنغ Richards والفور انوديها لانها تانية بالنغ visitors فتطلع ليا 2x minus 3x اللي هي because and or equal اللي هي negative 4 minus 1 فتطلع negative x because and or equal negative 5 فالإكس هتطلع بفايف تمام فانخلي اللي هو ايه نعود عليها بفايف هتطلع نيجاتف فايف ثانية واحدة تمام لما نعود عليها يعني تمام انا وحضرها كده فبعد كده أوف نيجاتف انفينتي كل اللي انت قلته مزبوط تعال بقى نمشى مع بعض يا شباب ارجع تاني للمسائل اللي هي بتاعة شابتر 1 انا عايز تقرين الانيكواليتي اللي موجودة قدامي زي ما يحي عمل يحي عايز يجيب الاكسات في يمة والارقام في اليمة التانية معايا مسجمانة ياريت تركزي معايا ونحلي دي سوا انا هموف 3x from right to left هحرك التلاتة اكس من الشمال من اليمين للشمال يبقى عندي 2x minus 3x which is greater than or equal to negative 1 وهاخد البوزطفور الرقم اللي انا بشاور عليه دلوقت واحركه from left to right يروح بنيجاتفور اهو بالفعل ده اللي حصل دلوقت انا جبت الاكسات في طرف والنمبرز to the other side خليت 2x minus 3x ولطبعا لما وديت بوزطفور راح Schuld بنيجاتفور بقى مجموحهم نيجاتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف bur�� على النمبر اللي قدام اهو النمبر اللي موجود قدام ال x لما اعمل division على negative 5 ام سوري على negative 1 هيخلي لك العلامة على طول تتقلب وده الكلام اللي انا قلتقول لك من الاول ان لو انا بعمل division على رقم negative او بضرب في رقم negative العلامة تتغير بصالها كويس جدا انا كبرتها لك خالصة بدل ما negative x greater than or equal negative 5 بقت x less than or equal to 5 يبقى وقت ما انا بقسم على negative او بضرب في negative على طول العلامة تتغير ده الفرق بينها وبين equal sign طيب خلاص x less than or equal 5 يعني معناها انه from negative infinity up to 5 زي ما هو مكتوب او لو حبيت representate على number line هيبقى in a similar manner زي اللي فاتت بالزبط ده number line هروح عند البصد في 5 وعمله closed وعند negative infinity اعمله open زي ما تشايفي وبرضو بنفس الاسلوب لو حبيت تشك انت صح ولا غلط خد number اقل من 5 لو خدت مثلا say zero في الفترة دي وبدأت اعمل substitution هيبقى two times zero بزيرو plus four يعني left hand side فيه four ولو جيت على left hand side هتلاقيه negative one فبقى ده معناها ان الفور is greater than negative one which is logically مضبوط قولي يا يومنا وهي يومنا ولا ياسمينة ولا مش فاكر بقى مين مين عنده استفسار يقول شباب سامعيني سامعينيك يا دكتور مس حبيبة طيب هشوف حبيبة الاول ايوة حبيبة اقولي يا عيزة ايه دكتور هو انت بظبط بغير العلمة بتاعت بيجر زين او كده لو انت عملت decision لل both sides على negative او ضربتي في negative بصي كده انا لما جبت 2x minus 3x بقى الرقم اللي موجود كام يا حبيبة انا نشاور عادي او 2x و negative 3x ادتلك negative x طيب هكمل ازاي لازم اشيل negative sign مش كده بردو او طيب هتشيل negative sign دي ازاي يا حبيبة هتضرب both sides في negative one هتضرب الطرفين في سالب او you will divide both sides on negative one او هتقسمي الطرفين على سالب واحد صح صح اول ما تستخدمي رقم بالسالب in multiplication or division يعني اول ما تقسمي او تدربي في رقم بالسالب العلامة بدل ما تبقى greater than or equal تبقى less than or equal تتشقلب على طول تمام يا جميل دي الحالة الواحدة than two دول الحركتين بس والحركة بتاعت الرسبروكل انا مش هجبها لك خلاص ميش الحال يعني بس لو انا ادربت او عملت division في رقم negative كلامي واضح يا حبيبة او اتمنى ان الكلام يكون واضح للكل لو حد لسه عنده استفسار خلاف حبيبة اسمع مين تاني كان فيه معانا مس مارينة بقين قولي يا مس مارينة لا انا تمام انا ممكن احل العين طيب خلاص انا عايزة اشوف جمانة فين جمانة صلاح صالح ايا دكتور قولي عايزة ايه كنت عايزة بس لو طلع معانا في الاخر الرقم negative معادي مش negative صح لا يعني ايه مش فهمتك انا يا جمانة الاخر استيب خلاص بنعملها حتى بنكتب اللي هي دي يعني والرقم اللي هي دي يعني او الرقم ده بقى لطلع معانا بال negative يبقى يعني هيبقى من negative infinity لغاية negative 5 لو العلامة بنفس الشكل ده لكن لو العلامة العكس يا جمانة يعني يعني لو انا بجيب يعني لو انا بركزي معايا عشان الكل مش يطلق بط لو انا بقول حليت مسألة تانية خلاف دي فلاقيت في الاخر ان الاكس is less than or equal negative 5 صح معايا يا جمانة فاهم ما انا بقولي طوام يبقى في الحلقة دي هيبقى اكس بلونج 2 from negative infinity لغاية negative 5 مش هتفرق طيب لو انا بقى حل مسألة تانية وكانت العلامة بدل ما هي لزا كانت greater than ولقيت ان الاكس اكبر من 5 يبقى اكيد هتبقى اكس بلونج 2 from 5 up to positive infinity لان في الحالة دي انت مش هتخلي الخط التغين في اليمة بتاعت الناجاتف هتخلي الخط التغين في اليمة التانية صح حلي طيب لو هو اكس greater than مثلا او equal to negative 5 يبقى نفس الكلاة هيبقى الرقم من negative 5 and above يعني من negative 5 وبوصد وممكن تيجي مسائل تانية توضح لك الحركة دي كمان شوية ماشي بس جمانة بس جمانة بس جمانة دكتور لا عافظ اوكي من تاني يوسف انت عندك مشكلة يوسف هاني اه دكتور قول عايزي ممكن بس اللي هي انا تفهمتش اخر حتة بس اللي هي تعطي ال inequality ايو الحركة معنا ميوم باللص تمام وانا عملت ايه هنا يا جاميل وانا هنا عملت ايه انا كتبت المسألة اه بعدين هعيدي الترتيب يعني ايه عيدي الترتيب اجيب الاكسات في الشمال والارقام في اليمين او العكس مش تفرق المهم ان الاكسات تبقى مرصوصة في مكان واحد تمام تمام انا اخترت انا انا كعمر اخترت اني اخلي التلاتة اكس تيجي في الشمال فيبقى ده معناها اتنين اكس ناقص تلاتة اكس او 2 اكس ماينت 3 اكس اللي هو انت شايفه قدامك الاكس اخلي كله بناحة الشمال اه يبقى الفور دي هتموف it to the right يعني هتنهلها اليمين فيبقى القر هتقل الاربعة تبقى بالسالب سالب اربعة وسالب واحد او نيجي تفور ونيجي تفون نيجي تفايف نيجي تفايف نيجي تفايف يبقى اذا الستب اللي بعديها ان 2 اكس ماينس 3 اكس سالبقى بي نيجي تفايف صح ونيجي تفايف ونيجي تفايف ده هيبقى greater than or equal للنumber اللي موجود هو موجود نيجي تفايف نيجي تفايف نيجي تفايف what's really matter انك لما عشان تحجيب اكس الواحدة انا مشاعد تشوف نيجي تفايف انا مشاعد تشوف اكس يبقى انت يا اما هتعمل multiplication in negative 1 يا اما هتعمل division على negative صح اوه اوه يبقى انا هعمل division على negative لما اعمل division على negative يبقى ده معناها ان الـ x is liza nor equal mean 5 ولا ايه عشان هاسم على negative 1 عشان بتاسم على negative يبقى العلامة تقلب طبعا اللي حصل ده علشان لو في حد عنده استفسار لاني هبدأ بقى اني على المسألة اللي بعديها اللي حصل ده مش حصل في المسألة اللي فاتت لان المسألة اللي فاتت لما اعملت division على positive 3 شايف شايف الخطوة دي ده ما حصلش ده نت العلامة زي ما هي لانك بتعمل division على positive number معايا يا ولدي يبقى انا لو بيستخدم رقم موجب العلامة مش هتشقلب استخدمت رقم سالب العلامة تشقلب حلو جدا كان مين عايز يحل اللي معايا اختار مين 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 استانى بقى ارمنشوف عشان عايز اسمع اسمع اسوات جديدة لا ابراهيم انا سمعت وكاترين اسمعتها بس ما لا ياسمين بتالي ياسمين سمعتها خليني اخد فوف وفاء وفاء احمد محمد قولي يا جميل دكتور اه فين برينسس وفاء ايو هل يكتباني اه قولي يا مس تمام اول حاجة هن هنودي السرين ناحية تانية بالنجدف مزبوط بعدين بعد كده هن هن اوفر بقى الاس نفسها عشان نجيب الاس الوحدها هن اوفر ال7 اوفر ال7 اوكي ده معناه ان انا وانس ان انا وصلت ال7 اكس 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 هقسم الطرفين على 7 يعني اكس 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 اه مزبوط ولا اروعة شباب خدتوا بالكوا ان وفاق ما قالبتش العلامة ليه ما قالبتش العلامة لان انا عملت على صح يا مس وفاق صح كان يا ابن جميل طيب اللي كان بيسألني على الانفينيتي بص كده بقى هنا هنا الانيكواليتي معكوسة هنا بيقول لك اللي يخلي الكلام اللي فوق ده صح اي رقم اكبر من الاتنين مين الارقام لا اكبر من اتنين تلاتة واربعة وخمسة بلا 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 لقيت لما توصل لانفينيتي يبقى ده معناها اكس بلونجس تو ستارتينج فروم تو اب تو انفينيتي يبقى اكس اكبر من اتنين ورايحة للمالة نهائية قادر على طول ارسامها على النمبر لاين اروح عند البصدف تو ده اللي انا كنت بقوله لجمانة بيتيقلي اروح عند البصدف تو اقفلها واخد اتصايد التاني طيب مس وفاء عايز انا شاكك مش متأكد يعني اعرف ازاي ان الاجابة دي صح اللي انا جبته تحت ده اللي هو في من تو والى انفينيتي مزبوط اعرف من ايه احضر اكس تو ونشوف هلا هتبقى اه ممكن اختار تو بس لو انت كابلت زي وفاء في الرقم بتاع الباوندري اللي هو بتو ده انت هنا مش هتشوفه اكبر هتشوفه بيساوي ولا لا لما اخد تو وروح اعمل بيه سبستيتيوشن بالفعل هيساوي بعض لان 7 times 2 ب 14 بلاس 3 ب 17 و 17 equal ل 17 فالكلام مزبوط طيب لو هي عايزة تشوف العلامة اللي هي greater خدي رقم greater than 2 which is 3 مثلا لو انا خدت 3 وقلت 3 times 7 هتبقى بتويني 1 بلاس 3 تبقى بتويني 4 والتويني 4 فعلا greater than or equal 17 او ام سوري greater than 17 فيبقى انت كده العلامة بتاعتك مزبوطة والدنيا ولا ارواح تمام يا ميس وفاء تمام يا دكتور اوكي حد بقى يحل معايا الانيكواليتي اللي بعديها خديني اختار برضو حد يمشي معايا كده step by step خليني اخد خلاص يحيى لاني يحيى قدبت وجعه قول مستر يحيى السيد لما تجيلي بس طب معلش يا يحيى خليني انا احل لو بصيت على الانيكواليتي اللي موجودة قدامك دي دي بنسميها double sided انيكواليتي يعني متبينة لها طرفين لها شارتين وارا هنودي وارا هنودي الانيكس عند الانيكس والا اروع يا مستر يحي بالفعل دي اكنها شرطين او مسألتين على بعض فمستر يحيى عمل ايه رح يقول لك انا هحلها مرتين انا هاخد negative 2 اكس plus 1 less than equal اكس مرة وحلو بعدين اجي ااخد 6 minus اكس greater than equal to اكس وحلو بالفعل ده اللي انا عملتو هاخد اكس is less than or equal 6 minus 6 وبالطريقة دي هوادي negative x on one side والنumbers to the other side يبقى عندي x plus x is less than or equal 6 بعدين ايو اول افضل 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 نفس اللي انا عملته ده هكرره تاني بس هروح رايح واخد الجزء التاني اللي هو negative 2x plus less than or equal x اهو انا عمله لك لوحد اهو negative 2x plus one is less than or equal x similar manner نفس الاسلوب بالضبط try to get the variables in one side والنumbers to the other side يا يوسف بص هنا انا ما حبيتش اخلي الvariables موجودة في left hand side بكيف يا اخي حبيت اوريك ان انا ممكن negative 2x اموف it from left hand side to the right hand side فروح تجاي واخد من خدت negative 2x دي اهي الvalue اللي انا بتشاول عليها دلوقت ده واحركها الاضر side فلما حركتها طلعت بpositive 2x يبقى ده معناها ان 3x is greater than or equal 1 يعني معناها ان x is greater than or equal 1 over 3 ده the first condition ده the second condition طيب ازاي اساتسفاي both conditions هروح اعمل graph للfirst of them ان x ليه زان or equal 3 اهو وانا كتب لك الخطوة التانية هرسم اهو اده x less than or equal 3 from 3 and less than 3 بعدين x is greater than 1 over 3 روح رايح عند 1 over 3 and above فين الفترة هنا بيقولك اللي خليني اشتغل من 3 فما اقل اللي تحت اللي خليني اشتغل from 1 over 3 and above انا انا اعايز البوس inequalities يشتغلوا مع بعض هجيب الانترسكشن اهو انا رسمه لك الحركة اللي بعدين 3 فما اقل 1 over 3 and above الانترسكشن بتاعهم الفترة دي اللي هي from 1 over 3 up to 3 يبقى انا في الوقت الراهن السلوشن بتاع الانيقواليتي اللي فوق كل الفاليوز اللي start from or equal to 1 over 3 till positive 3 اه ويبقى دا الاجابة بتاعتي فعلا لو انا طلعت على الproblem بتاعتي دي وخدت number from 1 over 3 up to 3 هلاقي الانيقواليتي كلها صح مين الانيقواليتي اللي يبقى between 1 over 3 and 3 وليكن بوسطف 1 دعلا اخد positive 1 وstart substituting هيبقى positive 1 times negative 2 positive 1 times negative 2 هيبقى negative 2 negative 2 plus 1 دا negative 1 هشيل الاجس دي وحط positive 2 يبقى دا 2 فعلا هو اكبر من negative 1 هشيل الاجس دي وحط 2 يبقى 4 فعلا الفور اكبر من 2 وهما الاتنين اكبر من negative 1 العلاقة بتاع تاع الكو طب لو خدت number وليكن greater than 3 مش less than 3 هلاقي نصها صح ونصها غلط يعني لو خدت 4 6 minus 4 بتو هل 2 اكبر من 4 لا لكن لو انا اخد 3 يعني لو انا بعمل substitution ب4 تعال بص على الاثر side دا ب4 لكن دي هتبقى negative 7 فعلا الفور greater than negative 7 يعني معنى كلامي لو انا خدت number inside this interval يعني رقم داخل الفترة دي هيخلي لك الاني قوليتي كلها على بعض صح لو خدت رقم اكبر من 3 نص هيطلع يطلع صح والنص التاني برضو يبقى يبقى تاني ملخص الكلام عشان ما نتوش من بعض اول خطوة هعملها همسك الproblem بتاعتي اقصها من الوسط يعني الحتة بتاعت الوسط اليا اكس دي مرة اخدها مع الليفت ومرة اخدها مع الريت يعني مرة تصور في negative 2 plus 1 لز اهي قدامكو اهي اهي ادي واحد بعدين ارجع احلها تاني بس في المرة التانية هيبقى اكس از لز نور 6 minus 6 وهات الvariables in one side والنumbers to the other side زي ما انا ما بشتغل فوق خالص وهات الانترسيكشن بتاعت these two intervals ازاي اعمل الاولانية الوحدة خالص اعمل التانية الوحدة خالص زي ما انا عملت اهو ثانية واحدة اهو كده يبنو لك هم كلهم مع بعض ادي الاولانية تلاتة فما اقل ادي التانية تلت فما اقل هشوف فين الجزء المشترك اللي بينهم فين اللي بيحققهم هما الاتنين مع بعض اللي هو من تلت ال تلت يحيى متابعني ايه امور تمام احمد احمد كرم كمال تمام ماشي الحال تمام حلو انزل معي على البرابلم اللي بعديها بيقولك انا عندي 2x plus 4 less than or equal x less than or equal 2x minus 7 in a similar manner بنفس الاسطوب بالضبط مرة هحل 2x plus 4 والمرة التانية هحل x less than or equal 2x minus 7 اما هحل x less than or equal 2x minus 7 ده يدي لك هموف 2x from right to left هيبه x minus 2x less than or equal negative 7 يعني negative x less than or equal negative 7 multiply negative 1 او divide على negative 1 العلامة تتقلب تبه x greater than or equal to 7 الفirst condition امسك السكن condition 2x plus 4 is less than or equal to x similar manner just move x to the left و4 to the right يبقى 2x minus x less than or equal negative 4 that's an x less than or equal negative 4 يعني from negative 4 and deploy طبعا ده الشكل بتاعي اهم الفirst inequality بتقولك starting from 7 and above second inequality بتقولك from negative 4 and deploy this value لاحظ انه مفيش intersection مفيش مكان هنا مفيش رقم يخلي inequality دي كلها صح يعني هنا no solution لو خدت رقم من the middle وليكن مثلا zero وهو negative 7 middle ب zero تعال عمل كده substitution ب zero حتى يكون لا بايزا حط x d 0 x d 0 x d 0 هل 4 أقل من 0 لا هل 4 أقل من negative 7 كلا البط إبه ده مش نافع طب خد رقم أكبر من 7 هيتطلع لك جنب صح وجنب غلط طب خد رقم لزا negative 4 سيم وي لايك هيتطلع لك جنب صح وجنب غلط يبقى إذن دي ملهاش حال أتمنى أن أنت تحاول تحل المسائل دي تاني مع بعض آخر حاجة في الشابتر ده خلي بالك أنا أقل شيء واخد من 4 ل6 درجات والنهارده اديت لك كمان درجتين يعني ده معناها أن أنت دي رقم معك 8 درجات في الفاين ال اجزام وزيهم في الميدل تقريبا يعني تعال أبص على الأبسلوت وده لازم فيه مسألة أكليست عليه في الميدل والفاين يعني إيه أبسلوت الأبسلوت ساين يعني من غير ما يظهر عندك ساين من غير علامات يعني أنا ببقى interested في الكيس اللي فيها الأبسلوت أن يبقى عندي الرقم فقط لوحده يعني إيه الكلام ده يعني مثلا إذا كان الرقم بوزوتف أو نيجاتف أنا أخد الفاين بتاعته بس الرقم نفسه بس مش عايز إشارات ده معنى كلمة أبسلوت ولذلك لو A بالبصدف أو negative result تطع بصدف على طول ده معنى إن أي absolute result بتبقى مرز زن زير لو أنا عندي X minus Y هيساوي Y minus absolute negative A بتساوي A بال absolute لو بعمل multiplication ل two numbers هيساوي absolute بتاع their values لو بعمل division ل two numbers هيساوي absolute بتاع their divisions طيب حلو جدا إزاي بحل problems in absolute أنا مش هجيب لك inequalities فيها absolute يعني problem number three problem number four omitted مش هيجولك عشان تبقى مبسوط وفرحان طب لو حبيت حل problem number one اللي هي absolute equal three اللي بيحصل والفرق إن أنا مجرد ما بشيل علامة absolute بحط مكان absolute positive negative يبقى المسألة مش لها حل واحد لها حل ليه يعني تعال كده في الأول نائية أنا عايز solve absolute x equal three أول ما شيل العصايتين بتوع الأكس أروح حطت مكانهم positive negative يبقى positive negative x بيساوي three يعني x بتساوي يا positive three يا negative three أهو فعلا أنا لو حطيت negative three داخل الأبسلوت هتبقى بالthree بصدف ويقول الاثنين بيساوي بعض لو حطيت بصدف three داخل العلامة بتاعت الأبسلوت برضو هيبقى الاثنين بيساوي بعض طيب يا يحيا لو أنا عايز أحل المسألة رقم اثنين شايفها أعمل إيه عشان أحل problem number two you will have to solve it twice هتحل لها مرتين معايا كاترين ها كاترين معايا معايا يا شباب يبقى أنا هاخد three x square plus four مرة بالpositive equal seven ومرة negative بتاعت three x square plus four equal seven أحي بص مرة هاخدها بالpositive يبقى three x square plus four بالpositive يبقى طبعا دي quadratic equation هو فين يوسف فين أحمد اللي كان بيعمل حركات كده زريفة طبعا دي three x square minus seven plus four minus seven equals zero أنا اقدر حلها بالquadratic function وأقدر حلها بالأسلوب الجميل ده أنا هنا هتري to isolate x square in one side فهمو four from left to right يبقى three x square بيساوي positive three يبقى that's three x square بيساوي positive three I will divide both sides on positive three هاسم الطرفين على positive three يبقى دي معناها على طول أن x square بتساوي positive one خد square root وقت ما تاخد square root تظهر على طول علامة positive و negative يبقى 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 الكيس number one اكسبي تساوي positive one أو negative one فعلا لو أنا خدت positive أو negative تعال نعمل substitution positive أو negative to the power of two هيبقى positive positive one time three بthree plus four تبقى seven بالleft بيساوي right you are correct اللي امتى عملت ده نص الحل النص التاني هرجع من عند اللي step دي شايف اللي step دي من عند الstep دي لو سمحت بدل three x square plus four ما هي positive خليها negative اهي ويمشي نفس الخطوات تاني يبقى انا ممكن to multiply both sides negative او ادخل negative جوه it's up to you مش هتعمل فرق يبقى انا عندي three x square plus four equal negative seven step اللي بعديها positive four تروح other side negative يبقى three x square بيساوي negative 11 which is impossible طبعا هنا المفروض بعمل divide لل both sides على positive three يعني التلاتة اللي انا بشاور عليه السبعة اللي موجودة عندك دي غلط السبعة دي المفروض تبقى ب3 اهي انا هتطلق عليها ازرق اهي انا بعمل division لل both sides على positive 3 اساسا مش محتاج المرحلة اللي تحت انا عند المرحلة ده من اول ما جيت عند الخطوة ده اللي هي 3 x square equal negative 11 على طول هقوله no real solution يعني مفيش حل مفيش حل واقعي للمسألة دي انا اسف حقيقي للمسألة دي ليه ما فيش حل او ليه ما فيش للوضع ده لانه مستحيل x to the power of 2 تسوي negative هو x to the power of 2 ده معنا ايه معنا ان بجيب two values بضربهم في بق يعني بجيب قيمة بضربها في نفسها فلو ال x بال negative وضربتها في قيمتها بال negative هتبقى المحصلة بوزدف ولو ال x بال بوزدف وضربتها بال بوزدف بالتأكيد هتبقى ال result بال بوزدف فمستحيل يبقى عندي x square تساوي negative I am all ears اسألني مين عنده استفسار يقول لي دكتور انا عندي سؤال بس مش هذا فسؤالي ال inequality طب خليني اولا خلص ده وارجع ال inequality ماشي ماشي البقين انت الكل فهم انا عملت ايه دكتور انا كان عندي سؤال قولي اولا ممكن ادخل ناجتف على ال bracket يعني انت بقى ناجتف ثري بعدين ناجتف فور اه اه كان ينفع وانا قلت اه ينفع ده يبقى ناجتف ثري x square وده يبقى ناجتف فور هت موف to the other side هيديلك بصد فور يبقى ده اصبح ب11 بعدين ما تقسمي على ناجتف ثري هيديلك نفس بالزبط طبعا الكوريكت وان يعني تماني شانتال او طبعا ينسع بس طبعا الاجابة في الاول وفي الاخر مش مظبوطة لانه مستحيل x square يساوي ناجتف نامبر معايا جميل مرسي اللي كان له استفسار اللي كانت ليها استفسار في الانيكواليتيز انا برجع هو في الانيكواليتيز قوليلي عايزة بسيطة اوي سهلة اوي مسألة احنا هنعمل نفس الستفس تاني تحبي اعيدها كلها ولا تكلم عن الرسم بس لا الرسم طيب حلو هو الكوندشن الاولان بيقولي ان x more than or less than 7 نعم more than or equal 7 انا هروح على الnumber line عند 7 فما فوق مش كده برضو طب second condition بيقولي ان negative 4 more than or equal x او ممكن اقول ان x is لزا not equal negative 4 صح كده ماشا يبقى انا هروح عند negative 4 واللي اقل منها مش كده برضو اللي اقل منها يعني موجود في left مش كده طيب جميل هل في مكان مشترك بين الحالة الاولانية والحالة التانية لا هل في جزء بيتقطعوا فيه لا ما فيش جزء مشترك الاولانية بيقولك اللي اكبر من 7 يبقى صح والتانية بتقولك اللي اقل من 7 4 يبقى صح ومستحيل تلاقي فيه رقم يحق الموضوع ده لذلك لما جيت احطهم على one graph لقيت نص المسألة بتقولك الصح اكبر من 7 والنص التاني بيقولك اقل من سلب 4 ما فيش intersection معاي الا ايوة دكتور سبا يبقى مستحيل لا ايوة طيب لو انت رجعت بقى معاي كده فوق بصي فوق هو ممكن 2x اذا اقود عليها 4 تبقى اقل من ال2x لما شيل منها 7 لا نفس المقدار اما اذا اقود عليها 4 هيسوي نفس المقدار لما اخد منه 7 لا مستحيل يبقى دي معلومة مش سبعة كمان حاجة هو ممكن الx تبقى اكبر من ال2x لا اقود يبقى اذا ده معناها انها كلها على بعضها اصلا مش مظبوط ولا ايه 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 يبقى اذا ده على طول معناه ده السبب في ان انا مبسيط على الانيكواليتي لقيت انها مستحيل طبعا لو انا طلعت على اللي فوق اللي فوق ايها هلقى الموضوع completely different اللي فوق الكون الاولاني بيقولك x is less than or equal to 3 while the other condition بيقولك x is greater than or equal to 1 over 3 and so there is an intersection part of these intervals will satisfy both of them الاولانية بتقولك 3 فما اقل والتانية بتقولك 3 فما اكبر يبقى دي الفترة shared اللي between them اللي it will satisfy لاحظي ان الجزء اللي انا مشاور عليه موجود في first inequality وموجود في second inequality ماذا كده برضو ايه تمام يبقى دي الفكرة بتاعته شباب انا كده خلصت اللكتشر بتاعت النهاردة لو سمحت نزل ايدك تحت لو سمحت هتلاحظ ان عندك exercise by the end of this pdf المرة اللي جاية انا هشتغل شابتر 2 لاحظ ان عندك 4 6 problems في problem number 1 كلهم على first degree equations problem number 2 فيها 9 of them problem number 3 فيها 4 inequalities زي اللي احنا حلناهم بالضبط الproblem الاخيرة فيها 2 inequalities لو سمحت انا عايزك تحللي من كل problem فيهم 2 problems the first 2 يعني حلوا واحد واثنين من السؤال الاول واحد واثنين من السؤال التاني واحد واثنين من السؤال التالت واحد واثنين من السؤال الرابع هتحلهم زي ما انت عايز عايز تحلهم في ورقة يعني عايز تحلهم بايدك في ورقة بعدين تصورهم وتحولهم لpdf وترفعهم او تعاملهم بسكان بالموبايل بتاعك يعني ترفعهم على lms it's acceptable عايز تحلهم على word وترفعهم على lms انا ما عنديش مشكلة ده الassignment اللي بتاع الفترة دي او بتاع شابتر 1 وانت لو دخلت على lms هتلاقي عندك week 2 from 17th of february up to 22nd يعني بالنسبة لأسبوع اللي احنا موجودين فيه هتلاقي عندك الassignment لو انت اتكيت على الassignment بتاعك اهو هيروح ايلاك انه ready فيه 3 submitted قدامك 6 days 13 hours المفروض participants 3 or 4 يعني الناس اللي ما سموح لها انها تخش 3 or 4 مجرد انك تحلوا وتطلعوا وتsubmitted على طول اوكي يا شباب ها تمام واضح تمام يا دكتور واضح يا دكتور تمام ولا اروعة اه اديني ثانية بعد اذنك just leave a second اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة